سعيا لمكافحة جائحة كورونا وتزويد المستشفى العسكري بالمعدات والأجهز الحديثة دشنت وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني مركزا لفحص وتحليل عينات الإصابة بفيروس كورونا بالمستشفى العسكري وقد أوضح المدير العام النائب للمستشفى مختار فتح الباب محمد بأن هذا المركز سيسهم في تسهيل عملية الفحصات لأفراد الجيش وغيرهم من المواطنين لتشخيص حالات الإصابة بالوباء المنسق الوطني لاستجابة الصحية البروفيسير شواء شومي دع المواطنين إلى الالتزام واحترام الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة لتجنب مخاطر الإصابة بكوفيد-19 أما المدير العام النائب لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني قال إن الحكومة وضعت استراتيجيات لفتح مراكز مماثلة في مختلف ولايات البلاد نذكر بأن الحكومة الجادية وشركائها يسحون بشكل جاد إلى تعزيز الخدمات الصحية للحد من هذا الوباء واستئصاله بكافة الأراضي الوطنية لذا فإن احترام الإجراءات الاحترازية يعد ضرورة حتمية